بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أسنعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الغالق خ�يبعيل، شبابنا الجميل، شباب الصف الثاني الثانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سيد رحمد الشريب ومدرس الجغورافية للمرحلة السنوية زي ما تعرفنا المرة اللي فاتت على درسنا الزراعة والرعي والثروة الحيوانية اتكلمنا المرة اللي فاتت على الجوزء الأول تعالوا مع بعض النهار هذا نلتكلم على الجوزء الثاني بس قبل ما نبدأ شرح تعالوا مع بعض نراجع أسئلة الجزء الأول السؤال الأول كان بيقول ترتب على ارتفاع أسعار البترول نوت ازدهار زراعة المحاصيل الزيتية ولا انخفاض انتاجات الأرض الزراعية ولا إقبال الدول على زراعة الغلات التقليلية ولا انخفاض لسسمرات الزراعية طبعا ارتفاع أسعار البترول ترتب أن بعض الدول زي البرازيل مثلا بدأت تفكر أنها تنتج نوع من أنواع المحاصيل زي الأصب أو زي المحاصيل الزيتية المنتجة لغادر الميساني اللي هو البنزين تبقى الإجابة ازدهار زراعة المحاصيل الزيتية السؤال الثاني كان بيقول يمكن زراعة أنواع من الفاكهة المدرية بدول معتدلة المناخ بشرط الاهتمام بي الاستصلاح الزراعي ولا التكنولوجيا الحيوية ولا الأسمدة العضوية ولا الاستشعار من بعد مع بعض بس نفهم فكرة السؤال السؤال بيقول إزاي أقدر أزرع محصول في مناخ غير مناخه الطبيعي أو التقليدي الكلام ده بيعتمد بشكل كبير جدا على حاجة اسمها الهندسة الوراثية أو ما يسمى التكنولوجيا الحيوية دي خدناها في درسنا من ضمن الأساليب المتبعة لتوفير موارد المياه من أجل الحفاظ على الأرض الزراعية طيب الإجابة بتاعتنا التكنولوجيا الحيوية أننا أقدر أستنبط محاصيل عندها قدرة على التعامل مع كل أنواع المناخ السؤال التالت من وجهة نظرك كيف يمكن الحد من أزمة الغذاء في العالم عن طريق تنمية الريف ولا النمو العمراني ولا زيادة الحمول الرعوية ولا اتباع الضراع الكسيفة إزاي نقدر نقلل أزمة الغذاء من خلال تنمية الريف السؤال الرابع والأخير كان يقول يمكننا التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي من خلال الاعتماد على استصلاح الأراضي ولا التكنولوجيا الحيوية ولا وقف الزحف العمراني ولا زراعة أسطح المدن بعض الناس تيجي تقولك هي تمشي رقم واحد استصلاح الأراضي هقوله لا ده توسع أفقي الرجل بيقول توسع رأسي تبقى الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية اللي خلالها هقدر أزود إنتاجية الفدال والمساحة سبتة بكده يكون رجعنا التدريبات الجزء الأولا نتعالوا مع بعض تعرف على الجزء الثاني النهاردة اللي بيناقش جزئيتين مهمين الرأي والثروة الحيوانية في العالم والوطن العربي والإنتاج السمكي في الوطن العربي مبدايا المرة اللي فاتت خدنا وعرفنا أن فيه أزمة غذاء وعرفنا أنواع الزراع وعرفنا أهم المحاصيل في العالم وفي الوطن العربي النهاردة هنبدأ نناقش مع بعض الرأي والثروة الحيوانية في العالم ووطن العربي أولا حرفة الراعي هي حرفة تربية الحيوانات اعتماد على حاجة من اثنين لإما مراعي ودي أخدناها أكتر من مرة اللي هي نباتات تنمو تلقائيا دون تدخل الإنسان اللي كنا بنسميها حشيش وكان من ضمن أنواعها سفانة وإستبس ونباتات صحراوية أو ممكن أرب الحيوانات اعتماد على نوع تاني من المراعي اسمها مراعي صناعية ودي نوع من أنواع المحاصيل أنا بزرعها زي مثلا محصول الدرة تبقى الراعي كحرفة مرتبطة بشكل كبير جدا بحاجة اسمها المراعي والمراعي هنتعرف عليها دلوقتي طيب حرفة الراعي مهمة بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للإنسان أن هي بتوفر لحتياجات الأساسية من المتطلبات الغذائية زي اللحوم زي الألبان زي الجلود وزي الأصواف زي ما تكلمنا وقلنا أن الراعي مرتبط بالمراعي معايا خريطة ممكن توضح أنواع المراعي الأساسية المهمة للثروة الحيوانية مراعي الاستبس ومراعي السافنة والنباتات الصحراوية وكمان النباتات البردة القطبية اللي بنسميها تاندرا من خلال الخريطة اللي قدامنا نقدر نلاحظ أن فيه نقطة مهمة جدا المراعي منتشرة في شمال الأرض وجنوب الكرة الأرضية بس أيهم أكثر مساحة فيه المراعي نص الكرة الشمالي ولا نص الكرة الجنوبي بنلاحظ أن 39% من المراعي تنتشر في نصف الكرة الشمالي اللي هي تقريبا قرات أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية أما الأغلبية الصحيقة من مساحة المراعي منتشرة في قرات نصف الكرة الجنوبي اللي هي حوالي 61% اللي هي قرات استراليا ومعظم قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية تبقى المراعي تاني منتشرة في نصف الكرة الأرضية بس أيهم أكثر انتشارا بنلاحظ أن نص الكرة الجنوبي أكثر انتشارا في المراعي وبالتالي هيكون أكثر إنتاجا للثروة الحيوانية الجزئية التانية بنتعرف عليها بنقول أن المراعي الطبيعية بتوفر قد إيه من الغذاء للحيوانات على وجه الأرض 35% من الاحتياجات الغذائية بعض الدول بترتفع فيها النسبة دي على حسب مناخها وعلى حسب طبيعتها المناخية زي إيه الدول دي زي السودان والعراق نسبة المراعي بتغطي فيها من 85% لـ 90% تبقى النسبة العامة 35% ممكن ترتفع قليلا في بعض الدول زي العراق وزي السودان الجزئية التانية اللي كنا بنتكلم فيها أنواع المراعي اللي بتوفر غذاء للحيوانات مراعي طبيعية ومراعي صناعية المراعي الطبيعية هو نبات طبيعيا متلقيا دون تدخل الإنسان وضربنا على أمثلة زي السافانة والإستبس والنباتات الصحراوية أما المراعي الصناعية هي نباتات يقوم الإنسان بزراعتها لتوفير الغذاء للحيوان زي نبات الدرة وزي نبات البرسين دي أكثر أنواع النباتات اللي بتزرع عشان توفر الغذاء للصروة الحيوانية بعد ما تعرفنا عن أنواع المراعي عندي معلومتين لازم ناخد بالنا منهم أن المساحة اللي بتزرع بالأعلاف الخضراء بالوطن العربي اللي هي المراعي الصناعية تقدر ب2341 ألف هكتار والكلام دوت وفق الإحصائية سنة 2011 طيب المعلومة الثانية بتقول أن أهمية المراعي لا تقتصر يعني لا تتوقف على تربية الأغنام والناشية ولكن تعد موطل العديد من الحيوانات في الوطن العربي طيب من ضمن هذه الحاجات الحيوانات البرية الحيوانات هي يا جماعة البرية وعندي بعض أنواع النباتات التي لا تستغل في الرعي ولكن لها استخدامات تانية زي الاستخدامات الطبية والاستخدامات العطرية طيب عايزين بقى نناقش الكلام ده حضرتكم أنت بتتكلم على الرعي في العالم وأنواع المراعي والكلام ده كان كلام عام على كوكب الأرض أو على العالم كله عايزين ندرس الرعي والنشاط الرعوي في وطن العربي هريد أن نتكلم على مساحة المراعي مساحة المراعي في وطن العربي 32% من مساحة الوطن العربي وفقا لآخر التفضلات سنة 2011 الأراضي دي أو المراعي دي متوزعة في المناطق الجافة وشبه الجافة وزي ما احنا عارفين أن الكلام ده مرتبط بشكل كبير جدا بطبيعة المناخ اللي بيقع فيه الوطن العربي اللي هو المناخ الصحراوي الجاف طيب رغم أن المساحة المراعي كبيرة جدا لأن قدرتها وقيمتها الغذائية الفروحانية ضعيفة جدا لمجموعة أسباب متنوعة زي إيه الأسباب دي؟ زي إشح المياه أو تناقص كمية المياه المرتبطة بالمناخ الصحراوي وزي تعريط التربة وارتفاع نسبة الأملاح في التربة والراعي الجائر في الوطن العربي عندي معلومة مهمة جدا المراعي قلناها وبنقولها تاني بتوفل 35% من احتياجات الغذائية بس النسبة بتيت تختلف من دولة للتانية قد نجد أن هي مرتفعة في بعض الدول زي العراق والسودان تصل من 85% إلى 90% أهم أنواع الحيوانات انتشارا في وطننا العربي رقم واحد الأبقار التي تسمى الماشية هي أكثر انتشارا في وطننا العربي ومن أهم الدول تربية للأبقار دولة السودان مصر المغرب سوريا الصومان تبليئ الدول تحديدا بسبب انتشار المراعي والحشائش وموارد المياه ثاني الحيوانات انتشارا في وطننا العربي الجاموس والجاموس من نوع من أنواع الحيوانات المرتبط بالبيئة الفايدية طب ليه؟ لأنه ما عندوش القدر أن يتحمل الجفاف أو البرودة الشديدة علشان كده أكبر دولتين إنتاجة ليه مصر والعراق علشان عندنا سهول فايدية نهر النيل ودجلة والفرات ثالث أنواع من الحيوانات انتشارا الأغنام والماعز ودي تكاد تكون الأكثر انتشارا على الإطلاق ليه؟ لأن عندها القدرة أن هي تعيش في كل أنواع البيئات صحراوية جبالية سهلية لأن عندها القدرة على تسلق المرتفعات رقم اتنين متطلباتها الغذائية قليلة جدا دي بتتربى في كل دول الوطن العربي بعد كده عندنا الجمل أو الإبل ودي منتشف معظم دول الوطن العربي لكن أكبر دولة عربية تربية للجمال أو الإبل دولة الصومان قدامنا رسم بياني دلوقتي بيوضح الثروة الحيوانية في الوطن العربي من الفترة الزمنية من 2010 ل2014 تعالوا مع بعض نستخلص بعض المعلومات المهمة من خلال الرسم أولاً أول ملحوظة بنلاحظها على الرسم البياني تناقص أعداد الأبقار والأغنام وتزايد أعداد الجموس والماعز والإبل خلال الفترة الزمنية من 2010 ل2014 تتناقص مجموع رؤوس الأبقار في الوطن العربي معدل 15.5% وتزايد أعداد الجموس في الوطن العربي بمقدار 5% وزيادة رؤوس الإبل في وطن العربي بمقدار 6% عندي معلومة مهمة بنقولها أن السودان أكبر دولة عربية امتلاكاً للأعداد الحيوانية بتمتلك 55% من أعداد الأبقار في الوطن العربي و34% من أعداد الأغنام في الوطن العربي و22% من أعداد الماعز في الوطن العربي وفقاً لإحصائية عام 2014 بينما أن مصر بتحتل المركز الأول في أعداد الجموس في الوطن العربي وتمتلك 92% منها وفقاً لنفس الإحصائية سنة 2014 تمتلك دولة الصومال 44% من أعداد الأبقار في الوطن العربي علشان كده بتحتل المركز الأول وفقاً لنفس الإحصائية سنة 2014 طيب إحنا بنربي السر والحيوانية ليه بنربيها علشان المنتجات اللي احنا تكلمنا عليها اللحوم والألبان والجلود والأصواب تعالوا النقش الأهمية الأولى والأكثر قيمة بالنسبة لنا المنتجات الحيوانية اللحوم الحمراء طيب أنا بربي حيوانات عشان أحصل على البروتين الحيواني اللي هي اللحوم الحمراء وطن العرب ينتج قديم اللحوم الحمراء 5 مليون طن وفقاً لإحصائية سنة 2013 أكبر دولة عربية منتجة للحوم هي دولة السودان لو سألتني ليه هقولك هي الأكبر في إنتاج الأبقار لذلك هي الأكبر في إنتاج اللحوم الحمراء وبما أن السودان هي المركز الأول في إنتاج اللحوم المركز اللي بعدها لطول دولة الصومال الحاجة التانية في المنتجات الحيوانية الألبان انتجنا من الألبان في الوطن العربي 2.7 مليون تن وفقا لتقديرات عام 2013 أكبر دولة عربية منتجة للألبان هي مصر بعد كده السودان بعد كده السعودية التلت مراكز الأولى مصر السودان السعودية رغم أن منتجاتنا وصروتنا الحيوانية ضخمة زي ما أنتوا شايفين إلي أن الانتاج لا يكفي من اللحوم الحمراء لحاجة السكان علشان كده كثير من الدول الوطن العربي بما فيها مصر بتضطر إن هي تعوض النقص الرهيب دا إحنا بنعوض النقص دا علشان أنتاجنا من اللحوم الحمراء أولاية فبنتجه إلى تربية الدواجن وتربية الأسماك عشان نعوض النقص اللي احنا اتكلمنا عليه طيب انتاجنا من اللحوم الحمراء أولاية اللي بسبب تنقص مساحة المراعي بشكل عام وتدهور المراعي واستنزاف القدر الإنتاجي للمراعي في الوطن العربي بنتطر ان احنا نستورد كميات كبيرة منها علشان خاطر نسد العجز ده نظر الارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول الوطن العربي وزيادة الطلب على اللحوم الحمراء طيب طبيعي جدا نسأل بما ان المراعي قدرتها قليلة فلازم نسأل سؤال ايه هو السبب الجغرافي على تدهور الاراضي الرعوية في الوطن العربي رقم واحد الممارسات الخاطئة التي يمارسها مرب الماشية الجملة دي معناها قلناها قبل كده الرعي الجائر وده بيؤدي الى تناقص مساحة المراعي في وطن العربي رقم اثنين غياب السياسات الرعوية والخطط التنموية الهدفة لتطوير المراعي في الوطن العربي بشكل عام رقم ثلاثة التوسع في الزراعة المروية على حساب المراعي طبعا بما ان السكان بيزيدوا فانا الاولويات عندي ان انا وفر محاصيل كغزاء للانسان النقطة اللي بعدها التغيرات المناخية وتناقص معدلات سقوط الانطار وده مرتبطة بحاجات كتيرة قلناها في الترم الاول زي مثلا ظهرت الاحتباس الحراري مثلا النقطة اللي بعدها تراجع عداد الرعاة في الوطن العربي نظرا لان مجموعة كبيرة جدا منهم اتجهت للعمل في حرف اخرى زي تدخل مرتفع زي العمل في تعديل البترون النقطة اللي بعدها ضعف الارشاد الرعوي للرعاة وتدني الوعي البيئي بالنسبة لكل الناس والعملين في حرفة الرعي تحديدا النقطة الأخيرة زيادة عدد السكان المرتبط بيها زحف عمراني على الاراضي الرعوية دي الاسباب طيب نظرا للاهمية الكبيرة جدا للمراعي وان فيها عندي اسباب لضعف قدرتها الانتاجية كثير من دول الوطن العربي خصوصا الدول الرعوية بدأت تضع خطط وسياسات تنموية لإدارة وتنمية المراعي في الوطن العربي تعالوا مع بعض نتعرف على أسليب إدارة الموارد الرعوية في وطننا العربي طيب قبل ما نتكلم عن الأسليب تعالوا نتعرف على مفهوم جغرافي مهم جدا اسمه إدارة المرعى يعني إيه إدارة المرعى؟ إدارة المرعى هو علم استغلال المراعي كمورد طبيعي متجدد للحصول على أعلى وأفضل المنتجات والخدمات دون التأثير السلبي على هذه الموارد ودود بيحقق مبدأ الاستدامة اللي خدها الترم الأولين أهم الأسليب بقى المتبعة لإدارة الموارد الرعوية أول حاجة تحديث السياسات والقوانين وتفعيلها إحنا ممكن نحط قوانين كتير جدا لحماية الأراضي الرعوية في وطننا العربي ولكن لا تنفذ الهدف الأوليني هنا أن الرجل بيقولك حط قوانين بس لازم تفعيلها أكتر دولة عربية نفذت الكلام ده بشكل إيجابي جدا هي دولة المغرب وضعت مجموعة قوانين سنة 1917 بهدف إدارة وتنمية الموارد الرعوية والمحافظة عليها ثاني نقطة في إدارة الموارد الرعوية اعتماد الناهج التشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية الموارد الرعوية اللي خدناها قبل كده فكرة الشمولية إن تنفيذ أي فكرة تنموية لن يتم على الأساس الحكومي فقط لازم يكون في حكومة وقطاع خاص من ضمن الدول اللي بدأت تشجع القطاع الخاص على الدخول في قطاع تنمية الموارد الرعوية برضو دولة المغرب أنشأت أكتر من 116 جمعية رعوية بهدف الحفاظ وتنمية المناطق الرعوية في دولة المغرب النقطة اللي بعدها إعداد استراتيجيات وخطط عمل مناسبة وتنفيذها وعشان أحط خطط كويسة ده بيعتمد على حاجتهم رقم واحد اختيار النوع الحيواني الملائم للمرعا رقم اثنين مراعاة ما يسمى جغرافيا حمولة المرعا طيب أنه تتندر مهمين جدا 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 لأنه ممكن يكون عند المرعاة الفقيرة وأنا أربي عليها أبقار الأبقار احتياجاتها الجزائية كبيرة جدا فهتعمل إيه؟ هتعمل رعي جائر واستنزاف للمورد ده طيب حمولة المرعاة معناها إيه؟ متوسط عدد الحيوانات في وحدة مساحية خلال مدة زمنية معينة ومن خلالها يمكن الحصول على أعلى إنتاج حيوان اقتصادي وبصفة مستمرة دون التأثير على المورد الطبيعي النقطة الرابعة عندنا استخدام التقنيات الحديثة اللي احنا قلناها قبل كده الاستشعار من بعد والجي آي اس علشان أقدر أعمل مراقبة لي واحد المناطق الرعوية ودراسة حالتها خصوصا في المناطق الجفة وشبه الجفة رقم اثنين الدورة الفصلية والسنوية لمناطق الرعي وتقييم التغيرات اللي بتطرق عليها طبعا المرتبطة بالتغيرات المناخية النقطة التالتة خطة الرعي والمساعدة على ضبطها وتنفذها وتقدير الحمولة الرعوية بالنسبة للمراعي الموجودة عندنا في وطننا العربي آخر نقطة بناء قدرات بشرية العاملة في مجال تأهيل المراعي وإدارة طبعا ده مرتبط باهتمام الحكومات بإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة الرعاة وتنمية وعيهم بأهمية الرعي وضرورة استخدام نظام الرعي المناسب للمراعي الموجودة عندنا دي كده نقطة أخيرة فيه نقطة مهمة جدا الرعي والثنة والحانية تعالوا بقى نتكلم على حاجة تانية مهمة جدا برضو مهمة جدا للأمن الغذائي العربي السروة السمكية وطننا العربي مليء وعنده خيرات وسعة جدا مرتبطة أن ربنا سبحانه وتعالى منحنا ثروات مائية متنوعة زي الأسماك والمرجان والسفينج والثروات السمكية لعندنا متنوعة لأنني عندي أنواع كتيرة جدا من المسطحات المائية عندي محيطات وعند بحار وعند خلجان وعند بحيرات وعند أنهار في الوطن العربي أهمية السمك كتير جدا هنحطوهم في 3 نقط أو 4 أول أهمية أن السمك مهم جدا في تحقيق الأمن الغذائي العربي رقم 2 السمك مهم جدا لأنه بيوفر عملة صعبة والسمك مهم جدا لأنه بيوفر فرص عمل كتيرة جدا ومرتبط بقطاعات اقتصادية كتيرة تبقى السمك كمنتج السمك كثروة لقيمة كبيرة جدا سد الفجوة الغذائية توفير فرص عمل توفير عملة صعبة من خلال الصادرات القومية من الأسماك طيب عندنا أهم أنواع المصايد في وطن العربي أربع أنواع من المصايد عندي مصايد بحرية بحيرية نهرية مزارع سمكية أنواع المحيرات والمصايد في وطن العربي عندي بحرية بحيرية نهرية مزارع سمكية بعد ما قلنا أنواع المصايد تعالوا نتعرف على إنتاج العالم من الأسماك بعد كده نتكلم على وطن العربي إنتاج الأسماك في العالم 156.7 مليون تن وفقا لإحصائية عام 2012 بعد ما تعرفنا على الإنتاج السمكي في العالم تعالوا نتعرف على الإنتاج السمكي في وطن العربي الإنتاج السمكي في وطن العربي كبير جدا ومرتبط بان الوطن العربي بيمتلك مسطحات مائية كبيرة تقدر بـ 22004 من 10 كيلو متر غير ان انا عندي مصايد داخلية تتمثل فيه المجاري المائية العزبة اللي بتستخدم برضو في حرفة الصيد ده بالاضافة ان احنا بدأنا نتجه في الفترة الاخيرة الى انشاء ما يسمى مزارع سمكية ودي تساهم بـ 25% من انتاج السمكي في وطننا العربي ودي تعتبر نسبة كبيرة طيب وفقا للكلام اللي انا بقوله عندي معلومة مهمة جدا ان متوسط نصيب الفرد من الاسماك 19.2 كيلو جرام في العالم 11.2 كيلو جرام على المستوى العربي باللاحظ ان فيه انخفاض من نصيب الفرد من الانتاج السمكي عالميا عن الوطن العربي الوطن العربي اقل شوية لان الانتاج عندنا اقل تعالوا انت عرف دلوقتي على الانتاج السمكي في وطننا العربي المغرب هي اكبر دولة عربية الانتاج الاسماك من المصايد البحرية اللي هي المحيطات والبحار مصر هي اكبر دولة عربية في انتاج الاسماك من المصايد الداخلية بعدها الامارات هي ايه المصايد الداخلية دي؟ الانهار والبحارات والمزارع السمكية انتاج الوطن العربي ادي ايه من انتاج العالم؟ 3.8 من 10% من الانتاج العالمي وفق الاحصاءات عام 2012 مصر والمغرب وموريتانيا هي اولى الدول انتاجا في الوطن العربي الترتيب على المستوى المصايد البحرية والمصايد الداخلية مصر بتحصل على المركز الاول بعدها المغرب بعدها موريتانيا عندي معلومة مهمة بتقول ان المزارع السمكية في مصر تحديدا مصر تسهم بنحو 94% من انتاج المزارع السمكية في الوطن العربي ودي الفكرة اللي الدولة المصرية بدأت تتجه ليها مؤخرا اخر 10-15 سنة عشان تسد الفجوة الكبيرة في تناقص الانتاج السمكي كان قدامنا طريق من اتنين لاما نعتمد على التقنيات الحديثة ودي مكلفة جدا وهتحتاج وقت كبير جدا لاما اتجه لفكرة سهلة هجيب لي انتاج كبير جدا ويعوض النقص اللي عندي اللي هي فكرة المزارع السمكية ودي توسعنا فيها بشكل كبير تعالوا بقى مع بعض نتعرف على اسباب ضعف الانتاج السمكي في وطن العربي ليه احنا اقل من العالم كله رقم واحد ما زلنا حتى الان بنعتمد على الاساليب البدائية في الصين وعدم وجود قصتي المجهزة رقم اتنين قلة تعرجات السواحل العربية وبالتالي قلة المواني الطبعية ده غير اوروبا مثلا اوروبا سواحلها متعرجة عشان كده عندها مواني طبعية كتير ومزدهر عندها حرفة الصين رقم ثلاثة ضيق ما يسمى الارصفة القرية لازم نفهم يعني ايه رصيف قرية الرصيف القرية ولاد هو امتداد اليابس اسفل الماء كلما الارصفة القرية كانت وسعة كلما السروة السمكية كانت اكتر للأسف احنا في وطننا العربي رغم سواحلنا الكبيرة الى ان الارصفة القرية بتاعتنا تتميز انها ضيقة رقم اربعة تحول كثير من الصيادين في الوطن العربي الى حرف اخرى زي العمل في التعديل والبترول خصوصة في منطقة الخليج العربي النقطة الاخيرة ضعف الاهتمام بالعاملين في حرفة الصين نطلع بمعلومة مهمة ان انتاجنا العرب من اسماك قليل رغم كده الى انها تعتبر الاسماك من اكثر السلع تداولا على المستوى العالمي في التجارة العالمية بعد الخضروات وبعد الفاكهة وهناك عديد من الدول العربية المصدرة للأسماك زي مثلا دولة المغرب تعالوا نتعرف على مساهمة الدول العربية المصدرة للأسماك في كمية صادرات الوطن العربي من الأسماك وفقا لتقدرات عام 2012 بنلاحظ ان اكبر دولة مصدرة للأسماك في الوطن العربي هي دولة المغرب قيمة صادراتها 49 من 10% من صادرات الوطن العربي ككل بعدها موريتانيا 16 و3 من 10 بعدها اليمن 15 و9 من 10 بعدها سلطانة عمان 13 و3 من 10 بعدها السعودية 4 و6 من 10 تونس 4 و3 من 10 باقي الدول العربية 4 و7 من 10 ازاي اقدر انامني وطور الثروة السماكية والانتاج السماكي في وطن العربي عندي اكتر من نقطة نقطة رقم واحد استخدام الاسطيل الحديثة المجهزة باحدث ادوات الصيد رقم اثنين اصدار القوانين الخاصة بالصيد البحري وحميتها رقم ثلاثة ودي بنتبقها بشكل كبير جدا التوسع في انشاء المزارع السماكية نقم اربعة دعم التعاون العربي في مجال صيد الاسماك واقامة المشروعات المشتركة القائمة على استخدام التقنيات الحديثة رقم خمسة واخيرا التنمية المهنية للصيدين وده من خلال عقد ندوات تدريبية وورش عمل لرفع مستوى الوعي باهمية حرفة الصيد بكده يكون انتهينا من الجزء الثاني في درسنا الرعي والثروة الحيوانية والسماكية في وطن العربي في نهاية الدرس تعالوا مع بعض نركز على بعض النقاط المهمة في درسنا النهاردة النقطة الاولى تكلمنا عن الثروة الحيوانية النقطة التانية تكلمنا عن أنواع المراعي في العالم وفي الوطن العربي النقطة لبعدها الثروة الحيوانية في وطن العربي بعد كده تكلمنا عن العوامل المؤسرة على الأراضي الرعاوية في الوطن العربي بعد كده تكلمنا عن إدارة المراعي في الوطن العربي وآخر حاجة تكلمنا فيها الثروة السماكية تكلمنا عن الإنتاج تكلمنا عن المصايد تكلمنا عن وسائل تنمية الثروة السماكية في وطن العربي تعالوا مع بعض نتعرف على بعض الأسئلة اللي هتفكروا فيها ونحلها مع بعض المرة القادمة أول سؤال عندي تختفي حشائش التندرة في قرتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية استراليا وأفريقيا أسيا وأفريقيا ولا أوروبا وأسيا السؤال اللي بعده تشترك دولتين مصر ولا إراق في تربية الجاموس اعتمالا على وجود حشائش الاستبس حشائش السافانة الأنهار ولا الأمطار السؤال الثالث تتركز أغنى المصايد من المياه المالحة في الوطن العربي جهد شمال غرب ولا جنوب شر ولا شر ولا شمال السؤال الأخير تتسع المراعي المعتدلة في قارة أفريقيا أسيا أوروبا استراليا بكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا أشوفكم على خير المرة القادمة بإذن الله في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله